السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم أعودة على آخر المستجدات في تونس منذ قليل تم إصدار بطاقة إداء بالسجن ضد القيادة في حركة النهضة لحبيب باللوز حسب ما أعلم تعليم موزيك فإنه قضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكفحة الإرهاب أصدر اليوم العشية بطاقة إداء في حق لحبيب باللوز للإجارة فإنه نيابة العمومية بالقطب القضائي لمكفحة الإرهاب كانت تعطت الإذن لأعوان وحدة مكفحة الإرهاب ببشوشها بالاحتفاظ بلحبيب اللوز من أجل شبهة الإنظمة إلى تنظيم إرهابي ومع انتهاء أجل الاحتفاظ به تقرر إحالته على أنظار قضي التحقيق لأصدر في حقه بطاقة إداء بالسجن أيضا اليوم وحسب إذاعة الموزيك فإنه قضي التحقيق بالقطب القضائي لمكفحة الإرهاب أصدر بطاقة إداء بالسجن في حق وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس القاضي المعفي بشير العكرمي للإشارة فإنه مدة الاحتفاظ ببشير العكرمي انتهت اليوم ليتقرر فتح بحث تحقيقي في حقه التعاهد بأحد قضاء التحقيق اللي قرر إصدار بطاقة إداء بالسجن في شأنه على ذمة القضية المنشورة في حقه على إثر شكية تقدم بها ضده حزب سياسي هذا فيما يتعلق بآخر القضايا من جهتها الأستاذة وفاء الشيدلي أشارت إلى نقطة أو إلى قضية جديدة على مكتب وزيرة العدل قالت بأنه مدام الإرادة السياسية وطنية مدام لبس تقول منذ قليل كلفت السيدة وزيرة العدل ليلة الجفال كلفت لجنة تضم قضاة بديوان الوزارة بإعداد ملف حول شركة البيئة والغراسة وتحرير تقرير مفصل عن تعيين الألاف من العمال يتقضون أجور دون عمل وتحديد الأشخاص المتورطين في الفسيد من مسؤولين ونقابيين على أن تنهي لجنة أعمالها قبل النهار 15 أفريل تقريبا شهر أو أكثر شوية تنهي أعمالها في شركة البيئة والغراسة والبسطنة شركة اللي أثارت جدل كبير برشان القوزة دا اليوم حسب الأستاذ وفق الشيدلي اللي نشرت تدوينها منذ قليل بأن وزيرة العدل أسيدة ليلة جفال أحالة الهيدي لقديري على قطب الإرهاب من أجل شبهة تدليس أحكام وإخفئ محاضر وترأس لقديري حسب الأستاذة وفق الشيدلي محكمة الاستأنف بتونس وترأس محكمة التعقيب كما زيدا تم تعيينه سنة 2013 مدير ديوين وزير العدل وقتها وزيدا تمت إحالة كل من يوسف بوزيخر اللي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللي تم حلو بقرار من قيس سعيد رئيس الجمهورية ومليكة مزاري رئيسة المجلس العدلي على القطب المالي من أجل شبهة فسيد وإهدار المال العام وتقول القضاء هو الوحيد اللي يأكد أو يفند هذا في إشارة منها هي القضي أو أبو زيخر وغير من الأسماء اللي ترأسوا محاكموا وعندهم معناها دور في العشرية الماضية كلهم المحاسبة ستشملهم في موضوع آخر نحكي على التصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر اللي اليوم دعاء كيفة إطارات أعوان الهيئة مركزيا وجهويا إلى ضرورة الاستعداد على كيفة المستويات القانونية واللوجستية والاتصالية لتنظيم أي استحقاق انتخابي قادم على ضوء صدور القوانين الانتخابية الجديدة واللي تم أخذ رأي الهيئة فيها أبو عسكر أكد وأنه جلسة عمل مع ممثلي الإدارة التنفيذية وديوين مجلس الهيئة اليوم على ضرورة دراسة مختلف المخططات العملياتية لتنظيم الموعيد الانتخابية القادمة بخصوص البرلمان الجديد البرلمان ينطلق نهار الاثنين ثلاثة مارس 2023 وتعرفوا بينهم بعض الإجراءات وإلى بعض الترتيبات في علاقة بالجلسة الأولى شكوة اللي بشي ترأسها خاطر هي الجلسة الأولى تنعقد وينتخبوا فيها رئيس المجلس ونائبي بالتالي كيفش بشي ينتخبوها الأكبر سنن أكثر واحد أكبر واحد عمر في المجلس في النواب اللي نجحوا هو اللي بشي ترأس الجلسة ومن بعد النائبين متاعه زوز ولا المساعدين متاعه أصغر واحد وأصغر وحدة في الجلسة هذية دونك استينادة للأمر الرئيسي الصادر البارح والمتضمن دعوة مجلس النواب العقد أولى جلسيته نهار الاثنين 13 مارس فإنه النائب صالح لمباركي عن دائرة الكبارية هو اللي بشي ترأس الجلسة بوصفه أكبر النواب سنن وبشي زيعده في ذلك النائب غسين يمون على دائرة جربة حمت السوق بوصفه هو أصغر النواب سنن ونائبة سيرين بوصندل عن دائرة جارزون منزل جميل بوصفه أصغر النائبات سنن حسب ما ينصع لها الفصل الثاني من الأمر المشار إليه للإشارة فإنه الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من المنتظر وإنها تنتخب رئيس مجلس نواب الشعب الجديد وأعضاء لجنة النظام الداخلي اللي بشيكون عليها عرض مشروع نظام داخلي للمجلس يعرض على المصادقة في جلسة عامة لاحقا معنا حسب الأخبار المتدولة به نحكي وزيدا على لقاءات البنك الدولي اللي صارت عليه بوليميك مؤخرا في تونس بسبب ملف المهجرين لأفريقا سامير مجول رئيس منظمة الأعراف استقبل استقبل وفد على البنك الدولي هذا كان اليوم يتقدمهم ومثل البنك الدولي في تونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد اللي قاعتنا وللوضع الاقتصادي والاجتماع العام في البلاد سبل استفادة النسيج الاقتصادي والاجتماع التونسي من برامج البنك الدولي وكان البنك الدولي يأكد بأن الحوار متواصل مع الحكومة التونسية بأنه مش يقطع علاقاته مع تونس على خاطر وقته صار ببليميكة كبيرة على أنه البنك الدولي قاطع تونس مؤقتا وهذا ما هو صحيح هو فقط فم الجزئية واحدة كان عنده احتراز على خطاب رئيس الجمهورية قيسة سعيد من ملف المهجرين لأفريقة وبعد تحلت المشكلة خاصة في لقاء رئيس الجمهورية قيسة سعيد برئيس جمهورية غينيا بيساو أو رئيس غينيا بيساو في لقاءه هذيك حكيه على برشة نقاط وصار ديسكور بينتهم الزوز وتحلت الاشكالية كومبليتم حتى البنك الدولي ما عادش عنده احتراز كبير على تونس وصندوق النقد الدولي كيف كيف زيدا قال اللي هو يشعر بقلق أما بشيخه بعين الاعتبار الاجرائيات اللي خدتهم تونس واقتنعت الجميع يعني كل الاطراف اقتنعون ما تركبش حكيت انه تونس دولة عنصورية ولا شعب التونسي ولا اشتركوا في القناة